يعني إحنا بنرحب فيكو في هذه الندوة هي جزء من سلسة ندوات بيقوم فيها مؤسسة الدراسات الفلسطينية لمتابعة الأوضاع في قطع غزة في مجالات مختلفة اليوم عندنا موضوع مهم لعدة اعتبارات موضوع الزراعة والتحديات التي تواجه المزارعين في قطع غزة لعدة أسباب ليس فقط بسبب الخسائر الهائلة وبسبب المشاكل التي واجهت المزارعين والمزارعات ولكن أيضا بسبب العلاقة الوثيقة ما بين الزراعة ومحاربة الجوع الموجود حاليا في قطع غزة أو التجويع بالأحرى وأيضا من ناحية مقدرات المستقبل في قطع غزة لأنه ليس من السهل استمرار أي مجتمع في العالم تتوقف في الزراعة وإنتاج الغذاء ومن هنا تأتي أهمية هذه الندوة معنا في هذه الندوة متحدثين مميزين هم من ضادة العمل في المجال الزراعي بنرحب فيهم جميعا معنا الأستاذ رياد العطاري ووزير الزراعة أهلا وسهلا بحضرتك معنا كمان الأستاذ منجد والأستاذ فؤاد رح نقدمهم فورا قبيلة الحديث إن شاء الله الأستاذ منجد هو عبارة هو مدير عامل الغذة الزراعية أستاذ منجد أبو جيش والأستاذ فؤاد أبو سيف هو المدير العامل اتحاد لجان العمل الزراعي قبل ما نجد يعني أنا حاولت أطلع بسرعة على الأرقام حول قطاع الزراعة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضا والواقع مرير جدا يعني ما يحدث ضمن الإبادة الجماعية هو بالتأكيد موضوع في غاية الخطورة والأهمية أستاذ رياض ربما نبدأ بحضرتك تحدثنا على بعض قراءاتكم للواقع الزراعي في قطاع غزة وما تسمعونه وما تسمعونه أيضا عن الواقع في الضفة الغربية وعن التحديات للهائلة التي تواجه قطاع الزراع نعم يعني شكرا أولا لمؤسس الدراسات الفلسطينية وشكرا إليك دكتورة هديل وأيضا مرة أخرى أنا ذرح بزملائي وشركان الحقيقة في العمل بقطاع الزراعي أتأكد يعني بعجالة بأنه هناك دور مشترك هناك دور تكاملي بين وزارة صراع كمؤسس حكومي وأيضا مع معسسات الأهلية والجمعيات ونستطيع أن نقول أنه غلال فترة عمل هذه الحكومة كان هناك جهدا تكامليا كبيرا وأعتقد أنها يعني تمثل نموذجا للشراكة التي نعتز بها بالعلاقة ما بين العمل الحكومي والعمل الأهلي وهذا طبعا يشمل الضفة الغربية والقطاع يعني الحقيقة إذا أردنا التركيز فقط على واقع القطاع الزراع في ظل الحرب هذا له مدخل آخر ولكن أيضا أود الإشارة إلى أنه الحديث عن قطاع الزراع الفلسطيني هو الحديث عن مكون أساسي من الاقتصاد الفلسطيني أولا لأن هذا القطاع أغلا مرتبط بالأمن الغذائي الفلسطيني وثانيا هذا القطاع يعتبر من أكثر القطاعات المشغلة في سوق العمل الفلسطيني لدينا تقريبا حوالي 290 ألف عائلة تعمل وتعيش على القطاع الزراعي وأيضا الكطاع الزراعي يشكل تقريبا 23% من الصادرات الفلسطينية وأيضا خلال من عام 2019 وحتى عام 2023 ارتفعت مساهمة الكطاع الزراعي في الدخل القومي أو الناتج المحلي الفلسطيني انتقل من ثلاثة ونص إلى تقريبا ما يصل إلى حوالي 7% وهذه قفزة نوعية كبيرة تدلل على الاهتمام الكبير من قبل كل الفاعلين بالقطاع الزراعي سواء كانت حكومة أو كانت مؤظمات أهلية أو مزارعين بشكل عام على مستوى الأفراد والجماعات والجمعيات إذن نحن نتحدث عن قطاع مهم وبعتقد أن برزة أهمية هذا القطاع أيضا بشكل أكثر هي خلال العدوان الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزي وأيضا هناك تركيز كبير على الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي أيضا الضفة الغربية هي تعيش حالة حرب والقطاع الزراعي هو من القطاعات المستهدفة الكبيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي يوميا هناك محاولات تهجير التجمعات البدوية التي تربي الثروة الحيوانية على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 سواء كان في منطقة الأغوار مسافر يطة وفي محيط رغم الله وسلفيت وغير ذلك وأيضا هناك عدوان كبير على تدمير المصادر الطبيعية وهذا هو جوهر الاحتلال الإسرائيلي هناك تدمير لمصادر المياه تدمير للأراضي هناك منع وصول للمزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم إلى الأسواك بشكل عام قطاع الزراعة هو قطاع له بعد وطني بمعنى الصمود بمعنى المحافظة على الأرض بمعنى تعزيز الاكتفاء الذاتي تعزيز الأمن الغذائي ولذلك الحرب على القطاع الزراعي هي حرب متواصلة ليست فقط بدأت في 7 أكتوبر ولكنها ربما تعمقت أكثر نتيجة لحجم هذا العدوان الحقيقة أن قطاع الزراعة في غذة كما كل القطاعات تعرض إلى عملية إبادي كبيرة ومن المهم أن نلفت للأنظار إلى أن الأمن الغذائي أو مستوى تذني الأمن الغذائي كان تقريبا هناك ما يصل إلى 75% من سكان قطاع غذة يعانون من انعدام الأمن الغذائي ما قبل 7 أكتوبر ولذلك بدل عدوان على قطاع غذة منذ 7 أكتوبر بالتأكيد أن مستوى انعدام الأمن الغذائي وصلت إلى مراحل كبيرة جدا وغير مسبوقة وحسب المرصد الأورو المتوسطي طلع بعض الإحصائيات قال أن 71% من سكان غذة حاليا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد و88% من سكان قطاع غذة يعني لا يتلقوا الغذاء الكافي وعندنا تقريبا حوالي 64% أيضا يطعطون أو يتناولون الحشائش وجذور الأشجار وغير ذلك وفي موضوع المياه تقريبا المعدل لاستخدام المياه حاليا في قطاع غذة بلتر ونص سواء كان للشرب أو للطبيخ للاستحمام للنظافة إلى غير ذلك يعني نحن نتحدث عن كارثة حقيقية ولكن إذا ما أردت الإجابة على السؤال المباشر فأعتقد أننا لا نمتلك إحصائيات نهائية لأن الحرب مستمرة ولكن هناك مؤشرات نحن ما نتحدث عن شمال قطاع غذة شمال قطاع غذة على سبيل المثال يشكل ما نسبته حوالي 30% من إنتاج الخضار أو من سلط الخضار في قطاع غذة هذه طبعا تم إبادتها بالكامل القصر استهدف كل الأراضي دمر كل الأراضي الزراعية دمر المنتج بشكل عام وأيضا في المحافظات الأخرى حتى بعض الأصناف الموجودة أو بعض المنشآت الزراعية الموجودة هي أيضا تعرضت أو تتعرض إلى حرب إبادة بمعنى إذا تبقى على سبيل المثال في محافظة رفح مجموعة من البيوت البلاستيكية التي ما زالت تنتج هي حتى ما ستنتهي لأن الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر لم يدخلوا أي يعني احتياج بما يسمى المدخلات الإنتاج لا أسمدي ولا أدوية بيطرية ولا أعلاف ولا مياه ولا وكود ولا غير ذلك معظم الآبار في قطاع غزي نسبة 95% منها تعمل على الطاقة الكهربائية إذا لم يتوفر هناك محروقات فبالتأكيد هذه الآبار لن يعني تعيد تأهيل نفسها وبالتالي لن يكون هناك أي إمدادات للزراعات وخاصة أنه 85% من الزراعة في قطاع غزي هي زراعات مروية إذن دكتورة هديل وللجميع الوضع كارثي بمعنى الكلمي هناك تدمير لكل مناح الحياة في قطاع غزي ومنها الكطاع الزراعي سواء الذي تم تدميره أو الذي ما تبقى حتى الآن هو ذاهب إلى التدمير لأن إسرائيل تغلق المعابر لن يكون هناك لدينا مزارع دواجل أو مزارع يعني إثار وحيواني إذا لم يكون هناك أعلاف لن يكون لن نستطيع تجديد الدورة الزراعية إذا لم يكون لدينا مياه وبالتالي إذن هي عملية تدمير كامل أهم مؤشراته هو إنعدام الأمن الغذائي والإحصائيات التي ذكرتها هي ربما تكون يعني مؤشرات أولية على هذا الصعيد فيما يتعلق بالضفة الغربية نعم الضفة الغربية أيضا تتعرض إلى يعني حملة غير مسبوكة والإعلام لا يركز كثيرا لأن حدث غزي هو الحدث الأكبر يعني على سبيل المثال عام ثلاثة وعشرين تم مصادرة واحد وخمسين ألف دنم بينما في عام اثنين وعشرين تم مصادرة اثنين وعشرين ألف دنم حوالي أربعة وعشرين ألف دنم تم ما بعد سبعة أكتوبر يعني هذا يعني بيشوف كدهش فيه عملية تكثيف لهذا لهذا الواقع ثمنتاشر بورة استيطانية وقيمة ما بعد سبعة أكتوبر الحواجز إننا الآن سبعمائة وسبعة حواجز ولذلك يعني جوز واحدة من أسباب غلاء الأسعار يعني فقط للتنوية هي أن القدر على التنقل ونقل البضائع من محافظة إلى محافظة أصبح مكلب بفعل المعيقات الإسرائيلية إذن فلسطين بشكل عام الشعب الفلسطيني يتعرض إلى إبادة جماعية هدفها الأساسي هو الوصول إلى الهدف الحقيقي لهذه لحكومة إسرائيل وللاحتلال الإسرائيلي وهو تهجير الشعب الفلسطيني سابقا كانت هناك عملية ممنهجة لتهجير المزارعين من أراضيهم عبر فتح سوق العمل الإسرائيلي اليوم سوق العمل الإسرائيلي إذن مغلق وبالتالي الناس أمام ضائقة كبيرة جدا يعني آسف على الإطالة ولكن الحديث دائما عن قطاع الزراع يعني هو يعني الإحاطة يعني ذكر المزيد من المعلومات التي تكربنا دائما إلى التركيز على مستوى أهمية هذا القطاع شكرا 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 أستاذي أستاذ رياض معالي الوزير في الواقع أنه يعني بعض المؤشرات التي تم استعراضها بدراسات ومقالات وتغطيات صحفية متعددة بتشير لعدة قضايا في قطاع الزراعة نقص المياه بالتأكيد وعدم القدرة على تشغيل الأبار بسبب نقص الوقود بعد ما عشرت إليه تدمير الأراضي الزراعية بالقصف وعدم القدرة على الوصول للأراضي الزراعية سمعنا عن مزارعين تم قصفهم عندما حاولوا قطف ما تبقى من الخضروات غلاء أو عدم توفر الأسمدة والمبيدات الحشرية في قطاع الدواجن كما تحدثت حضرتك هو مدخلات الإنتاج اللي هو بيد التفقيس أصلاً لم يدخل إلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وبالتالي عمر الدجاج المتوقع لـ 45 يوم انتهى ولا يوجد استبدال لهذه الثروة المهمة الحيوانية بالإضافة لنفاذ العلف نتحدث عن عدم تشغيل خزنات تلاجات تخزين الخضار إطلاقاً مثلاً البطاطا من الخضار اللي ممكن أن تستمر لفترة طويلة بسبب عدم توفر السولر اللازم للمحاولات إحنا منحكي عن توقف هذه التلاجات عن العمل تكلفت إدارتها 250 دولار يومياً كما ذكر في بعض التقارير منحكي عن قطاع الأسماك ويمكن هذا قطاع موجود تحديداً في قطاع غزة تدمير شبه كامل للقوارب وللقوارب السيادين في ميناء غزة كان يتواجد حوالي 700 قارب اللي تقريباً دمروا تماماً 2000 قارب دكتورة 2000 لا 2500 في كل قطاع غزة بس في الميناء غزة واحدها كان يتوقف 700 قارب دمروا تماماً وهذا تكلفة هائلة عملياً يعني هذه بعض المؤشرات إحنا بنسمع من الأستاذ من جد حضرتك متواجدين أنتم في قطاع غزة لكم مكتب ربما ترصدون بشكل حتيث ما يحدث هناك السؤال هو هل هذا الواقع دقيق أم أن هناك أشياء أخرى ربما لا نعرفها أو لم نتحدث عنها حتى الآن شكراً شكراً لمركز الزراسات شكراً لدكتورة أهلاً وسهلاً بزملائي الأستاذ رياض العطاري والمهندس فواد والمستمعين الوضع في غزة صعب جداً 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 على جميع مناحي الحياة والقطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي تضررت لنا مكتب في حي الزيتون من عمرتين دمره بشكل كامل مكتب الإغاثة الزراعية عمرتين أربع طوابق أربع طوابق دمره بشكل كامل ومن لحظة الأولى حتى الآن لم يستطيع أحد من موظفين الإغاثة الزراعية الوصول إلى هذا المكتب والآن لدينا 44 ووظفي غزة يعملون بشكل دائم في مناطق مختلفة في مناطق النزوح عملنا دراسة واستعاننا في المسح دائرة الأحصى الفلسطينية لأساس القطاع الزراعي مع الاستعانة بسطلاية قبل حرب وبعض الحرب وصلنا لنتائج بعداش 12 لنتائج تقريبا شبه دقيقة بيت حنون حجم الضمار الزراعي فيها 86% من الحيازات الزراعية في بيت حنون في 11-12 اللي هي 540 دفئة زراعية اتضمرت و73 مبنى زراعي و10-123 دلم هذولا في بيت حنون أم النصر كان أعلى 90% في عندهم 358 دفئة زراعية في عندهم 34 مبنى زراعي في 1161 دلم بيت لاهية 50% كان لحد 11-12 بيت لاهية أقل يعني 1769 وبيت لا يعني هي أساس البيوت الزراعية في الشمال يوم الضمر منها 50% حتى 11-12 نتوقع حتى الآن راحة يعني مضال الشيشي يعني ما يكون حتى 11-12 جباليا 40% مدينة غزة 90% ولكن الحيازات مدينة غزة أكثر كان في دير البلح حتى 11-12 بقى الضرار الزراعي لحد الآن قليل ويعني فيه أغلب نحيان 25% 10% 25% وهذا اللي أدى إلى أن الناس يقدروا يستخدموا الخضار في منطقة دير البلح وفي منطقة خان يونس لحد هذاك التاريخ ولكن بعد هذا التاريخ صار تطور كبير على الاعتداء على القطاع الزراعي إحنا الآن الفاعل بالقطاع الزراعي حوالي 25% مركزة في دير البلح وخان يونس ورفح والناس قاعدين بعتاشوا منها إحنا شرينا بأكثر من مليون دولار خضار من المزارعين وزعناها على الناس بشكل مباشر واستفدنا من وجود هذه الخضار ساعدنا المزارع في أن نأخذ هذه الثمار ونوزحها ولكن الوضع لن يستمر أخرى شوائب من قطاع الخضار لأنه فيش أي مدخلات للإنتاج قطاع الزراع يكاد أن يتوقف يعني بعد أقل مشار من الآن إذا ظلت الحرب بهذه الطريقة والعدوان بهذه الطريقة سيتوقف قطاع الزراع بالنسبة للثروة الحيوانية في شمال غزة وفي غزة صفر يعني الإحصائيات صفر يعني ما ما ظلش إحنا في خلال الأسبوعين الماضيين في كل شمال غزة في كل شمال غزة لدينا أربع عجول شرينا أربع عجول من كل شمال غزة طبقناهن في المدارس وإحنا الآن نبحث عن عجول في شمال غزة أو في مدينة غزة أو خراب بشان نشتريها أو نطبقها مع الرز إحنا مشتاكين يعني شمال غزة وغزة الوضع صفر في الثروة الحيوانية وكلاتها ولكن مازال فيه متسع فيه رفح ودير البلح وخانيونس ولاحظتوا حتى مبارح خانيونس التطورات التي جرت على خانيونس مبارح صعبة جدا وراح تمتد للمناطق الزراعية نقدر نقول أن القطاع الزراعي في غزة تدمر بشكل كامل وما تبقى منه هو محاولة لإنعاش بعض الأسر في موضوع القدار يعني القطاع تدمر وخسائره كبيرة جدا ومن عشر من هذه العشر سنوات لن تستطيع لا حكومة ولا العمل الأهلي ولا الدوليين ولا المانحين يعيدوا هذا القطاع لما كان عليه في قطاع غزة قبل الحرب كافي شوية كافي المعلومات في شوية تفاصيل يعني يعني في جيل وفي تفاصيل ساعقة لا لا نفس الإشي يعني تقريبا يعني لو نروح على كل بند ببند النسق تقريبا متساوية الضرر كبير في الشمال وفي غزة ويعني حتى الآن في فدير بلح ورفح وخان يونس يعني شوية خضار منقدر الناس سروا صحيح نعم للأسف إن هالمعلومات يعني ساعقة ويعني احنا منعرف من الأهل في غزة زي ما بيحكوا يعني لا يتتوفر بالمرة غير إدفاع أسعارها غير الخوف من دمرها يعني اليوم ماطر في رمالة وكنا عالة نحتفل بأمطار الخير ونستبشر خيرا إنه موسم زراعي جيد في الواقع يعني الواحد بيشعر الآن إنها يعني أمطار بكاء حزنا على ما تم فقده فيه سؤال في الـ Q&A بدي أحكي هل تم مصادرة أراضي زراعية في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر يعني خلي هذا السؤال في ذهنك وبنروح للأستاذ فؤاد أستاذ فؤاد إذا بتحب طبعا جاب على السؤال بس كمان بنحب نسمع منك عن تقييمك وأنتو في مؤسسك وفي اتحاد لجان العمل الزراعي حول الواقع في قطاع غزة وحول ربما استوقفني ما تحدث عنه الأستاذ منجد عن المستقبل لأنه حتى لو توقفت الحرب اليوم ماذا سيحدث للقطاع الزراعي المدمر تماما بالإضافة لكل شيء مدمر في قطاع غزة شكرا أخت ديل وتحياتي لضيوفك الكرام يعني أبو أدهم وكون منجد وللمستمعين جميعا شكرا شكرا خاص لمؤسسة دراسات على ترتيب هذه الورشية والندوية اللي بعتقد يعني تنبع أهميتها من أهمية القطاع الزراعي وأهمية تسليط الضوء على واقع القطاع الزراعي في غزة بشكل خاص نتيجة الظروف اللي بمر فيها قطاع غزة إحنا أريد أن أخذ الإجابة على السؤال ولكن عندي بعض الإضافات لما تقدم به وتفضل به الزملاء بما يتعلق بالواقع الزراعي الصعب جدا ومعقد جدا ويعني مش بس وضع القطاع الزراعي وضع الحياة كلها وكل ما هو فلسطيني وكل ما هو يعني يتحرك ولا يتحرك في القطاع غزة عرضة لهذه الحرب المجرمة حرب الإبادة يعني التوصيفات كثيرة جدا ولكن للأسف الشديد مستمرة بكل قوة وتزداد شراسي وتزداد عنفا ويزداد الاحتلال يعني تدميرا الرحمة للشهداء عدد هائل من الشهداء ومن الجرحة كارثة كبرى يعني وطنية حلت بالشعب الفلسطيني جراء هذا الاحتلال المتواصل لأكثر من 75 عام عشان نعرف بصراحة أهمية القطاع الزراعي وأهميته أيضا في هذه المعركة وأهمية ما قدموا القطاع الزراعي برغم كل الاستهداف اللي صار واللي بيصير الآن وكان القطاع الزراعي من أول جوز العناصر اللي تم تحييدها أو ضربها من قبل الاحتلال بشكل ممنهجه القطاع الزراعي نحن نعرف المنطقة الزراعية في قطاع غزة هي ممتدة من رفح جنوبا كل المنطقة الشرقية اللي هي محادية للحدود أو بسموها البفرزون ما بين فلسطين الـ 48 وما بين قطاع غزة إلى بيت حنون إلى الشمال هذه تتركز فيها المنطقة الزراعية في قطاع غزة يعني بشريط عرضه بتراوح بين 10 و 15 كيلو في بعض المناطق 2 كيلو يعني بيمتد وبيضعف إلى أن يمتد من رفح إلى شمال قطاع غزة منطقة خانيونس في الوسط والجنوب ومنطقة غزة وشمال غزة بتتركز فيها أو بتركز فيها القطاع الزراعي بأكثر من 60% يعني هذه المناطق اللي بتصير فيها واللي ركز فيها الاحتلال بشكل كبير جدا عملياته هي عمليا الحرب جزء بدايات الحرب جزء رئيسي من الحرب كانت بتصير في الأراضي الزراعية هاي المناطق ما قبل 7 أكتوبر هي كانت مستغلة وكانت مزروعة بأصناف كثير كانت هاي هي مناطق بستنة شجريات 60% من هاي البستنة والشجريات اللي هي تشكل تقريبا 30% من كل البستنة والشجريات المزروعة بقطاع غزة هي زيتون هذا كله تم تدميره أيضا الخضروات كان فيه في قطاع غزة ليوم الحرب ليوم 7 أكتوبر كان فيه عندنا حوالي 30 ألف طن من الخضروات وأكتر من 30 ألف من الأشجار المثمرة كانت بانتظار قطفها وحصادها وكانت يعني خلال شهر 10 أو 11 هذا موسم ولكن للأسف الشديد جاءت الحرب ودمرت كل ذلك أكتر من 55% من صادرات قطاع غزة هي صادرات زراعية 55% من الصادرات العامة من مجمل الإنتاج العام بقطاع غزة هو زراعي وأكتر من ذلك هذا دليل على قوة القطاع الزراعي ومساهمته بالناتج المحلي وبالصادرات جز عندنا كمان 44 أو 45% من الاستهلاك المحلي للغذاء في غزة هو استهلاك محلي يعني قطاع غزة بينتج أكله بنسبة 45% إلى 50% ذاتيا وهذا نسبة مهمة جدا يمكن رفعها يمكن رفعها لكن في ظل حصار للـ 17 سنة أن يعتمر للقطاع قطاع غزة والقطاع الزراعي على الاكتفاء ذاتيا بنسبة 50% أيضا هذا لافق بالإجمال غزة منطقة زراعية برغم الحصار ساهمته بشكل كبير في هذه الحرب في اللي حكا منجد واللي حكا أبو أدهم بالبداية واللي بدأ أحكيه لأن إحنا كاتحاد لجان عمل زراعي لدينا بغزة أربع مكاتب أيضا دمر ثلاث مكاتب بشكل كامل والمكتب الرابع حولنا للنازحين حجم التدمير طبعا كبير جدا لكن لدينا حملة أيضا لتقديم مجموعة كبيرة من المساعدات المكررة واللي بجوزة نحكي فيها من الزملاء طرود غذائية وخضروات وكل ما هو مياه كل ما هو متوفر ووصلنا لألاف الأسر أنه اعتمادنا بمصادر المواد اللي تم توزيعها هو كان اعتماد ذاتي على المصادر المحلية رغم الحصار ورغم الحرب ورغم إعلان إسرائيل أو الاحتلال الإسرائيلي بعد أسبوع من الحرب أو أيام من الحرب عن فرض حصار وتفعيل نظام التجويع كسلاح فاعل في الحروب وهذا مدان واللي هو يمنع وفق القوانين بشراءة دولية استخدامه ولكن الاحتلال الإسرائيلي استخدمه بشكل مطبق وبشكل واسع ومنع إدخال الطعام بشكل كامل المياه بشكل كامل قطع الكهرباء قطع ومنع كل وسائل الحياة عن 2.3 مليون فلسطيني لو لا القطاع الزراعي ولولا المزارعين الصغار اللي دائما احنا منقول أنه هدولا صمام الأمان في بلد تحت الاحتلال ولولا التحول شيئا في شيئا نحو تعزيز مفاهيم السيادة على الغذاء السيادة على الغذاء يعني السيادة على الموارد لما بيكون الفلسطيني أو أي إنسان في الدنيا بيمر بظروف مشابهة لما يمر به الفلسطيني بيكون عنده مقاومات السمود تعتمد على ما ينتج وما يزرع هذا مثال يعني حي وبسيط الآن بين أيدينا أنه لحد الآن إحنا كل الأطنان يعني مئات الأطنان من المواد الغذائية تم توزيعها هي كان باعتماد أساسي على ما تم إنتاجه خلال فترة الحرب وما قبل الحرب وكان الاعتماد أيضا على اللي ينتج في الحضائق المنزلية بالبيوت بأي منطقة ومساحة زراعية صغيرة تم استثمارها واستقلالها لتحويلها لمنطقة زراعية منقول أنه هذا دليل على أهمية القطاع الزراعي تقدر الخسائر اليومية للقطاع الزراعي بـ 2 مليون دولار قدرته جهاز الإحصال المركز الفلسطيني بشكل يومي يعني نحن بنحكي عن حوالي 250 مليون إلى الآن في اليوم 109 من الحرب 250 مليون هذا رقم كارثة هذا فقط نتيجة توقف عجلة الإنتاج إذا ضيف إلها الدمار الواسع الشامل لكل مكونات القطاع الزراعي أن ألاف الدفئات تم تدميرها ألاف الأراضي الزراعي تم تدميرها لأن منطقة الاجتياح والدخول وخروج الاحتلال الإسرائيلي هي يدخل ويخرج من الأراضي الزراعي أيضا ما لم تطالوا الحرب بشكل مباشر الآن هو ملوث بفعل الألغام غير المنفجلة بفعل المواد السامة والاستخدام المفرط القنابل الممنوعة والفسفورية وبالتالي الأراضي الزراعية كلهم أيضا ما نجى من الدفئات البلاستيكية البيوت البلاستيكية اللي لم يتم تدميرها أو قصفها هو الآن تم استخدامه كمآوي لأن الناس الآن تسكن بالآلاف في دفئات زراعية في مناطق كثيرة جدا تحديدا في منطقة محيط خان يونس وبالجنوب بمنطقة رفح وبالتالي هذا يمكن أن نقول أن القطاع الزراعي بالكامل هو مدمى ولكن صامد عمليا إعادة إحياء القطاع الزراعي لا تتطلب أموال كثيرة تتطلب إمكانيات كثيرة لكن لا تتطلب وقت وجهد كباقي القطاعات الأخرى وهذا أيضا بعزز أهمية قيمة القطاع الزراعي لارتباطه أولا بالأرض كونها محور الصراع وأيضا لقيمة الإنتاجية العالية جدا ولأهمية ما برها من القطاع الزراعي في هذه الفترة على مد ورفض الفلسطينيين في قطاع غزة بموادهم الغذائية هذا ما نعتبر الوصول الدائم المتاح الذي يجب أن يعطى على كل المستويات من المستويات الرسمية الحكومية في السياسات الأساسية وهي كتجربة لأن هذه الحرب ستنتهي نتمنى أن تنتهي اليوم قبل بكرة هي في النهاية ستنتهي ما بعد ذلك يجب أن يتم البناء على ما تم من تجربة يعني التجربة المزبوط في ضحايا كثير مزبوط في كارثة وطنية مزبوط في دمار شامي ولكن في قوة وصمود للإنسان الفلسطيني بكل مكوناته المزارع أيضا جزء من هذه المكونات يعني اللي أيضا قاوم ويقاوم ويحاول أن يتأقلم ويعيش ويوفر في ناس زرعت في ظل الحرب في ناس بتحاول تزرع في ظل الحرب ثمانين بئر زراعي تم تدميرها اللي هي معظم الأبار المنتجة وأيضا حتى الأبار المعالجة للمياه المالحة كأحد مدخلات إنتاج رئيسي المياه في قطاعها مصادر البذور تم تدميرها وتلوثها وضربها يعني الصورة قاتمة لكن أعتقد أنه ما بعد ذلك يمكن البناء وأعتقد أنه الرؤية الفلسطينية يجب أن تكون هذا ينطبق على الضفة الغربية ولكن بشكل مختلف تمنى أيضا أن لا يكون هناك أيضا شيء مماثل لكن الاحتلال والمصادرات على أشدها هناك استغلال كبير جدا لحالة الانشداد العالم لما يحصل في غزة هناك هجم شرس على منطقة سيفة الضفة الغربية وفقط مثال بسيط للأسف الشديد مناطق جنوب وشرق الخليل كنا بنحكي عن 27 تجمع وكان بيسكنها آلاف الناس اليوم مسافة ريطة وهي 17 تجمع للأسف الشديد عدد الناس الموجودين الآن هناك 150 أسرة وهذا رقم مخيف يعني المنطقة تقريبا تم إفراغها من أهلها والمستوطنين بتجولوا في كل مساحات المناطق تجيبين بشكل حر وبيمعملوا براكسات جديدة وبيعملوا نقاط استيطانية جديدة وتم إجلاء أو إجبار حوالي ألف فلسطيني على إخلاء ونطقهم في أنها 54 تجمع تم القضاء عليها وإخلاءها وتدميرها بمنطقة سيني هذا أرقام بصراعة غير نهائية كيف حكى أبو أدهم لأنه صعب جدا هل يكون فيه إحصاء شامل يتطلب وقت ومستوى معين من الأمان ووجود طواقم فنية على الأرض تعمل وبالتالي الوضع يعني صعب ولكن يحتاج ويتطلب مزيدا من شكرا من الصمود والخطط الوطنية العملية الحقيقية لكل الفاعلين في القطاع الزراعي لكي يقف وتقليص حجم الدمار وإسناد المزارع للفلسطين شكرا شكرا أستاذ فؤاد في الواقع أنت لمست كثير من القضايا المهمة أهمية القطاع الزراع ليس فقط كقطاع اقتصادي ولكن كقطاع يعزز صمود الإنسان الفلسطيني على أرض ويغطي الحاجات الماسة للعمل الغدائي هناك أسئلة بدي أذكر المشاركين والمشاركات أنه في الـ Q&A بتقدروا تحطوا الأسئلة اللي بدكم إياها في سؤال مباشر لأستاذ منجد حول البحث الذي تحدثت عنه عن المسح اللي بالأقمار الصناعية السؤال هل تم نشر البحث الذي تحدثت عنه للجمهور في سؤال مسو الأستاذ فؤاد تقريبا ولكن بحب أن أسأل للآخرين ماذا عن الأرض المحروقة بفعل القدائف والتي تحتوي على مواد كيماوية وفسفورية ضر على التربة هل يمكن معالجتها وإحياءها من جديد في الواقع نحن نذكر بعد الحرب 2014 أخذت وقت كتير للأرض حتى إنها تتعافى ومن هنا إجدت فكرة الحدائق المعلقة والحدائق المنزلية وغيرها لأنه كانت حتى ما ينتج من المواد هو ملوث بفعل المواد التي ألقيت على الأرض في غزة والسؤال الأخير للي بده يجاوبه ما هي نسبة الصادرات الزراعية من كل الصادرات في قطاع من قطاع غزة يعني عظمني حكى الأستاذ فؤاد حول الرقم وإذا ممكن نعيده يعني هو الزراعة في غزة تحديدا في منطقة شمال قطاع غزة كانت تعتمد بشكل كثير على تصدير الفراولة تحديدا واللي سمعنا من الأستاذ منجد حسب البحث اللي عملوه كيف أنه ما لا يقل عن 50% من هذه الدفئات اللي تستخدم لزراعة الفراولة والأرض اللي تستخدم في منطقة الشمال في بعض المحلة تصل ل 80% دمرت بالكامل فكيف هيكون هذا الأثر على المستقبل ومع أنه حكى للأستاذ فؤاد ببعض الأمل أنه القطاع الزراعي يمكن أسهل أنه إعادة إحياءه ولكن في ظل التجريف الهائل للأرض في ظل ربما إغراق بعض الأنفاق بالمياه المالحة سمعناها كخبر ولكن لم نتأكد إذا حدث هذا الأمر أم لا تأثيره على الأرض التربة الزراعية ولا الأبار الجوفية جميع القضايا هذه تثير التساؤلات بس ما لدينا إمكانية الإجابة عليها ولكن ربما من المهم الإشارة إلها بشكل أو بآخر يمكن نبدأ مع الأستاذ منجد بعدين أستاذ رياض العطاري منجد نشار البحث يعني هو نتائج أولية لم ينشر البحث للجمهور منكمل عليه وحتى 11-12 يوم نكون نتائج أولية بحاجة لمزيد من التذكك ولكن إذا في بعض الباحثين بشكل غير رسمي منوصلهم إياه المهتمين في مجال قطاع الزراعي منوصلهم بشكل غير رسمي حتى يتم الإعلان عنه بشكل رسمي للجمهور وإحنا حذرين بالإعلان عنه للجمهور لمزيد من التذكيق في موضوع الأرقام لأنه صار تطورات كثيرة على هذا القطاع وإذا اندمجنا بعض الملاحظات في هذا الرد يعني بعد 7 أكتوبر خلاص ما في تصدير فكرة تصدير ما يملغيه نقول إحنا يعني شوفي الآن من يعني هل القطاع الزراعي ما زال في جزء منه شغال وهل نستطيع في دير البلح ورفح وخان يونس حل حد يستطيع أنه يخلي القطاع الزراعي شغال هاي أسئلة مهمة وأسئلة صعبة مثلا إذا فيه الآن البيت البندور البلاستيكي الآن بقطفوا المزارعين منه انتهى هل منقدر نزرع شؤال مهم فيه مشاتل فش مشاتل يعني إذا طالت الحرب ما هي الأدوات المساعد مع قطاع الزراع في الضف الغربي الاستيطان كان كبير بعد 7 أكتوبر والبلاحظ الاستيطان الرعوي الذي يتنقل بين محافظات الضف الغربية من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب بلاحظ أن ظاهرة الاستيطان الرعوي والأربعين بقرة اللون إبرق على رأيهم وبسيطرة على ألاف الدنومات لأنه هذا الرعي كل ما البقرة تحرك باعتبروا أن هذه الأرض هم مسيطرين عليها وعلينا أن ننتبه في هذا الموضوع كثير من البلدات الفلسطينية تقاوم هذا الاستيطان الرعوي بشكل جيد وبشكل يومي ولكن بنتشر وإذا انتشر ما صار فيه اهتمام على المستوى الوطني الفلسطيني ومقاوم إليه وتصدي إليه لتنتقل مئات آلاف الدنومات من الجبال الفلسطيني تحت سيطرة الاستيطان الرعوي إذا لعطوا الأغوار يوميا يوميا زي ما كان زميل فهد في مسافة ريطة ولكن في الأغوار كليتها يوميا في اعتداء على المزارعين وفي تخريب على المزارعين وفي السيطرة والاستلاء على أراضيهم اللي عدلهم مئة عشرات السنوات بزرعوها كان الاعتداء في الماضي على الأراضي المش مستخدمة الآن الاعتداء على الأراضي المستخدمة وفي هدم في منطقة الأغوار تقريبا بشكل أسبوعي في هدم للبيوت الزراعي وللمنشآت الزراعي شكرا 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 أستاذ نجد أستاذ رياض شكرا فقط للتنوين سألت سؤال ولكن أنا كنت يعني الإجابة على السؤال في مداخلتي إنه بدأت عنا أحصائيات لمصادرة الأراضي ما بعد 7 أكتوبر أنا أشرت إنه 51 ألف دنوم في مداخلتي تم يعني مصادرتها منها 24 ألف دنوم ما بعد 7 أكتوبر وتم إنشاء 18 بقرة استيطانية يعني هذا بس إجابي على السؤال كالتنويه إنه تم ذكر هذا الموضوع يعني شوف الحقيقة يعني ربما كل المداخلات تقاطعت على أننا لا يمكن حتى الآن ما استطيع أن نحدد رقما لحجم هذه الخسائر يعني الأخ فؤاد شهر للقطة كانت واردي في تقرير مركز الإخصار الفلسطيني قال إنه قطاع الزراع في غزة يوميا بيخسر 2 مليون شاكل يعني بمعنى بالشهر 60 هذا فيما يتعلق مع شهر فؤاد يعني بقيمة المنتج ولكن هذا المنتج فيه قيمة إضافية ممكن تروح للتصنيع مثلها وفيه أيضا يعني كوست آخر اللي هو بيبدأ من مدخلات الإنتاج والجهد والعمال وغير ذلك ولذلك حصر هذه الأضرار أنا بعتقد هي واحدة من الأولويات التي سنعمل عليها جميعا كشركاء سواء حكومي أو مجتمع أهلي أو مؤسسات دولية وهي يعني تقدير حجم الأضرار ولكن الحقيقة أن الأضرار كبيرة جدا يعني على سبيل المثال دكتورة هديل أنت عشرت إلى التربة والأخ فؤاد يعني لا مسألة حد ما كمية القنابل التي قصفت فيها هذه التربة ربما تحتاج إلى فترات طويلة للمعالجة وإلى يعني الطرق وأساليب قد لا نستطيع الآن إحنا كفلسطينيين يعني ما مرينا بهذه التجربة ما في مقارنة بين 2014 يعني 23-24 وهذا يمكن ربما واحد من المطالب التي تقدمت بها لبعض المانحين أنه إحنا يعني نحتاج إلى دراسة حول معالجة التربة ويبدأ التحضير لها من الآن إذن الخسائر هذه غير محسوبة كديش الأثر بهذه التربة هذا واحد اثنين حجم المشاريع التي تم استثمارها منذ عام 1994 وحتى اليوم سواء من الحكومي أو المانحين أو من الكطاع الخاص أو من المنظمات الأهلية أو من المزارعين أنفسهم نحن نتحدث عن مليارات اثنين في خسائر تبدو غير مباشرة للكطاع الزراعي مثلا الحكومة الفلسطينية من خلال المانحين استثمرت يعني كثيرا فيما يتعلق بإعادة تدوير المياه العادل وأنا زرت محطة في شمال غزي في شهر يعني آذار الماضي هذه المحطة يعني تعتبر شيء يعني مثالي وحيوي جدا أولا يعني أعتقد التكاليف وصلت أكثر من 100 مليون دولار ولكن كان فيه هناك جزي للقطاع الزراعي كان من المفترض نحن كوزار الزراعة أن نزرع 15 ألف دنم من خلال جمعيات زراعية موجودة في شمال غزي يتم استغلالها طبعا الآن أصبحت في مهب الريح يعني قصدي أقول أنه حتى المشاريع في القطاعات الأخرى سواء كانت يعني في البنية التحتية المياه الطرق غير ذلك هي أيضا مرتبطة بالقطاع الزراعي إحنا ما تحدثناش على سبيل المثال أنه يعني العاملين في قطاع الزراعي 35 ألف عامل تقريبا وفي قطاع الأسماك 5000 طب هذولا أصبحوا الآن بلا دخل كدش مات منهم ما بنعرف كدش يعني فيه إعاقات بينهم ما بنعرف يعني وكدش تضرر نسبة أراضيهم إذن هناك يعني فعلا إبادة جماعية لا نستطيع الآن أن ندخل بهذا بهذا الجانب إحنا على مستوى الضفة الغربية يعني ممكن يعطيك بعض المؤشرات مثلا موسم الزيتون اللي أشار إله أحد الإخوان 84 ألف دنم تم يعني تقريبا تدميرهم من خلال الاعتداء تكسير وغير ذلك عنا 2 مليون شجرة لم نستطع الوصول إليها المزارعين 2 مليون شجرة لم يستطيعوا حوالي يعني يعني بيوصلوا إلى 10% من الإنتاج لم يستطيعوا قطف هذا الثمار قيمة هذا المحصول يعني أو تقديرا بالإنتاج حوالي 700 طن من الزيت يعني ما يعادل ممكن يعني 20 مليون شيكل أو غير ذلك إضافة إلى كل الجوانب التي تحدث عنها يعني أخي فؤاد لذلك أنا أعتقد أخي فؤاد هون ممكن أتعارض معاك أنه لا القطاع الزراعي في هذه المرحلة مش بكل أوجه يعني الإنتاج وخطوط الإنتاج ممكن أن تكون سهلة ربما يكون الأسهل هو فورا إعادة ترميم قطاع الأسماك لأنه قطاع الأسماك بده قارب وبده يعني مستلزمات بسيطة جدا بس إذا بدنا نرجع نزرع بدنا تحليل للتربي بدنا معالج لمصادر المياه بدنا لذلك أنا أعتقد هنا إحنا كل ياتنا مدعوين زي ما بنقول أنه 7 أكتوبر خلقت يعني مرحلة جديدة وأيضا إحنا بالقطاع الزراعي يجب أن نفكر في تغيير النمط الزراعي بما يعني يلائم حالة التعافي السريع المطلوب الآن يعني ممكن نستطيع وممكن أخي فؤاد أن لا نستطيع لفترات طويلة جدا الاحتلال الإسرائيلي فارد حصار على قطاع غزي 7 أكتوبر حتى الآن ولا جرام على فدخل ولا أسمدي ولا 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 إلى آخره ولذلك العملية الإنتاجية كلها وقفت البنية التحتية فإحنا عنا يعني منشآت كثيرة أخي فؤاد بتعرف ويعني كل الزبلاء بيعرفوا أنه يعني صرفت أموال كثيرة جدا في مشروع الماب وغير ذلك جمعيات عملة بنية تحتية سواء كانت للتدريج للتبريد للتخزين كل هذا دمر ولذلك نحن نحتاج يعني عملية تأهيل لكل سلسلة القيمة أخي فؤاد ومنجد ودكتور هدير والآخرين إذن هي عملية متكاملة جدا ربما تبدأ الآن يعني بداية يعني إغاثة هذا المزارع بدعمه ولكن بعد ذلك بدنا نيجع على البني التحتية بما فيها إعادة هيكلات يعني هذا القطاع وأهم نقطة أعتقد يجب أن نبدأ فيها بعد ذلك هي تشكيل فريق وطني لحصر الأضرار لأنه الأضرار هائلة جدا وقدرة الناس على التعافي صعبة جدا بس بدا أقول فيه شيء مشرك أنه رغم كل هذه الحالة الصعبة وحالة الدمار ما زال القطاع الزراعي في قطاع غزي ينتج وبجزء أعطيكم معلومة والإخوان أكيد يعني بأكدوا عليها إحنا عنا الضفة الغربية كيل البندرة توصل لثماني شكل من يومين بحكي مع زميل اللي في رفح بسأله عن الأسعار فأكل خمس شكل يعني تخيلوا أنتو أنه في قطاع غزي يعني رغم بكل هذه الحالة الموجودة يعني حتى السلع الزراعية بالإمكان الوصول إليها رغم أنه في بعض السلع زي البصل وصلت يعني 26 شكل وغير ذلك ولكن المقصود أن هناك فرص ونحن نأمن أن لا يتم تدمير ما يعني بقي حتى الآن وهذا اللي يمكن أخي فؤاد يعني معالجته ولكن بالنهاية بالنهاية متى ستنتهي الحرب بأي شكل ستنتهي الحرب نستطيع أن نقدر فعلا كل هذه الخسائر أخي منجد حكا أنه عندهم عمل يعني هم خالين نقول هومورك عبر ستلايت وأيضا مؤسسة الفاو أو منظمة الفاو أصدر الدكتورة هديل يعني مجموعة من التقارير وتوزر شهريا عن طريق الأكمال بس السؤال هل هذه الأرقام بقيقة هل يستطيع الكمال يعني الصناعي أن يحدد بالضبط حجم الدمار الموجود وربما نتحدث بمنطقة الشمال عن إباية كاملة وبالمناسبة يعني بجوز حجم الزراعة المغطاة في شمال غزة هو أقل أقل حجم يعني حوالي ألفين دفيئة زراعية موجودة حسب الإقصاءات اللي صدرت عن يعني التعداد الزراعي اللي يعني نفذته وزارة الزراعة ومركز الإقصاء الفلسطيني وانتهى قبل عام تقريبا الثروة الحيوانية أنا باعتقاد فيه قطاع غزة ووصلت إلى مرحلة خطيرة جدا أكثر ما فيها ذا الحرب إذا نحكي بالخسائر نتطلع على إحصائي الزراعي عام 2010 بإحصائي الزراعي عام 2021 ونشوف كيف تطور الكير على كل المستويات في الثرب بالقطاع النباتي أو في القطاع الحيواني والآن جرى تدميره بالكامل يعني نحن سنعود إلى نقطة الصفر يعني على سبيل المثال بس إحصائي واحدة بدي أذكرها في عام 2010 كان في غزة 24 ألف بقرة مثلا في 21 وصلت تقريبا إلى 35 أو أكثر يعني هذا التطور اللي صار بمنتج الحليب والألبان وغير ذلك ارجعنا الآن من الصفر نحن نتحد إذا بنعمل اليوم إحصائي ربما لا نجد ولا بقرة في قطاع النحل على سبيل المثال أيضا صار الكيرب تطور كل هذا فقدنا في القطاع النباتي يعني حجم الأراضي الزراعية عبر عشر سنوات تقريبا زاد عنا حوالي 250 ألف دنم جديد جزء منها في قطاع غزي يمكن يوصل إلى 40 ألف دنم أقل أو أكثر قليلا هذا كمان تم تدميره إذن تم تدمير كل ما تم إنجازه ما بين عام 2010 إلى عام 2021 لذلك نحن نحتاج إلى قراءة مهمة جدا على هذا على هذا الصعيد ولأهمية الكطاع الزراعي لأهمية هذا الكطاع يجب أن يكون هناك أولوية بكل توجهات أولا الحكومي وثانيا المانحيين وثالثا أيضا الكطاع الخاص الفلسطيني والعمل الأهلي بكل تأكيد شكرا 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 أستاذي أستاذ فؤاد هو سؤال الأخير كان بحب أنك تذكر على نسبة نسبة أنت ذكرتها نسبة الصدرات الزراعية من كل الصدرات في قطاع غزة وإذا إلك تعليق يعني إحنا سمعنا عن تدمير ما تم استثماره تدمير الواقع الحالي المنتجات التي كانت جاهزة أو ما كان موجوداً من ثروة حيوانية أو دجاج أو غيرها وربما لم نتحدث كثيراً عن المستقبل تحدثنا قليلاً عن المستقبل بتسميم التربة والمياه الجوفية ووجود المياه العادمة وربما مياه البحر وغيرها يمكن بحب أنك تحكي أكتر عن يعني الدمار الذي حدث لمقدرات المستقبلية كمان لإمكانيات المستقبل بعرف أنك أنت متفائل بإمكانية عودة سريعة نوعاً ما إلى قطاع الزراعة ولكن ماذا نتوقع من خسارات في المستقبل أو صعوبات عملياً في عودة القطاع إلى حيويته وإلى الانتشار الكبير الذي تحدث عنه أبو أدهم يعني بخصوص سؤال للأخ نسبة الصادرات الزراعية من كل الصادرات تقريباً 55% وهذا نسبة عالية جداً حسب الإحصائي في فلسطين وحسب كمان مزارة الزراعة هلا للتوضيح أكثر أنا متفائل متفائل طبعاً في ظل هالحالة اللي بنعيش أظن التفائل بطلع شيء شاذ يعني لكن تفائلي نابع من رؤية إلى خبرتنا السابقة خبرتنا كمؤسسة وخبرت باقي إلى حد ما تأخذ بعين الاعتبار جود احتلال يعني في فرق بين أن تبني قطاعاً زراعياً انتاجياً قوياً وتأخذ راحتك لما تكون في بلد مستقل أو لما تكون تحت الاحتلال وهذا اللي بنعالي دائماً منه لما كان في نقاش واسع وممتد حول في تنمية بزبط تنمية تحت الاحتلال ولما بزبط كان الجواب دائماً بزبط تجتمية تحت الاحتلال تنمية بمفهومها الشامل بمفهومها الحقيقة العميق اللي يؤدي إلى يعني تمكين قطاع زراعي وتمكين العاملين بالقطاع الزراعي وإيصالهم لكل مواردهم ومصادرهم وأهمها المعابر أن يكون عندنا سيطرة وهذا ساعدت من نكون نحدي قصدته بسرعة إمكانية سرعة يعني إعادة تأهيل القطاع الزراعي طبعاً هذا عن القطاعات الأخرى أن عجلة الإنتاج ممكن أن تدور خلال فترة قصيرة من وقف العجوان على غز أنا انطلاقي من تعاملي دائماً مع صغار المزارعين أنه استراتيجيتنا في تعزيز صمود الناس وتقوية القطاع الزراعي تكمن في تقوية وإعطاء أهمية استثنائية للمزارعين الصغار المالكين الصغار الحيازات الزراعية الصغيرة اللي هي من دول مين ثلاثة لعشرة دولهم لأنه هذا أنه هدول القادرين على المصنع والمزرعة الكبيرة والتصنيع لأن القطاع الزراعي خسارته وخسائر وتحسب ليس فقط في الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي كيف حكى أبو أدهم ما فيه قطاعات أخرى مرتبطة بالقطاع الزراعي لما نحكي عن التصنيع الزراعي أنت بتحكي عن قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة وتمعتمدة على القطاع الزراعي أيضاً هاي خسائر غير مباشرة للقطاع الزراعي وكانت تدخل أموال وتدخل يعني تشكل دخلاً رئيسياً الاعتماد في استراتيجيتنا لمعالجة أثار العدوان وإعادة إحياء القطاع الزراعي هي تكمن في أنه أعطاء الأولوية لهذه الناس هلأ في في مناطق وفي يعني وسائل إنتاج في القطاع الزراعي الآن بالقطاع غازي رح تأخذ وقت كيف حكى طبعاً رح تأخذ وقت طويل أنا بحكي عجلة الإنتاج بأسرع وقت ممكن بشأن توفر الأكل وتوفر المصادر الغذاء الأساسية من خضروات وغيره بشكل سريع خلال دورة زراعية قصيرة 20 يوم لشهر هذا قادرين نعمله إذا وظفت مواردنا المتاحة في ذلك الوقت لا تروح لهذا الاتجاه هنا في أراضي نحن نقدر ندخلها بس في أراضي كثير جداً نحن نقدر ندخلها وإن كان في مغامرة وإن كان في تحمل لمخاطرة معينة إذا ركزنا وقدرنا بهذا الاتجاه لأن دائماً منقول حتى في الضفة الغربية يعني المشاريع الكبيرة التي تحكي عن نسخ أو مقاربة المشاريع الأخرى الموجودة في دول أخرى حتى لدول الجوار القريبة هذه مرات لا تصلح لأنه إمكانية ضربها وشلها وإخراجها وتعطيلها يمكن بتشغل أيدي عاملة يمكن تكون حتى فيها ميكنة عالية جداً وهي مش ولكن هذا ضربها والحاق ضرر بكل وارد بس لما تكون لدينا آلاف لدينا في غزة 24 ألف حيازة زراعية هاي الـ 24 ألف 24 ألف وإشيه هاي الـ 24 ألف حيازة زراعية في جزء منها لازال يعمل وفي جزء آخر مهم يمكن أن يعمل بدعم بسيط أو حتى بدون أي دعم بس توقف الحرب يعني هذا حقائق موجودة هذا قصدته تختلف عن قطاع السياحة تختلف عن قطاع القطاعات الأخرى فأنا يعني وهذا بجاوب على سؤالك طبعاً البنية التحتية للقطاع الزراعي كيف باقي القطاعات الأخرى دوري بقى بالكامل يعني لما نحكي عن ضربه 80 تقريباً كان في البداية لحد الشهر الماضي 60 بير زراعي منتجي اللي بتمدل القطاع بالمياه انضربت بشكل كامل أو جزء تحول جزء منها بسيط للإنتاج للتشغيل اليدوي اللي هو أيضاً لا يفعل بالغرض طبعاً هاي هاي التفاؤل بيكون هو مش هو الفلسطيني يعني احنا مرينا هاي مش أول محنة والأول دائماً بيكون في هاي أصعبها يمكن أكثرها ضرراً وتدميراً وما إلى ذلك ولازم تكون ردة فعل الفلسطيني وكمان احنا على ما كان بيزبط قبل سبعة كيف هذا دائماً بيحكوه الناس اللي كانت بيزبط من خطط وسياسات وبرامج ومشارية قبل سبعة الشهر بطل بيزبط سبعة أكتوبر بطل بيزبط بما بعد اتقاف الحرب إن شاء الله قريباً بسيط بدنا نعمل يعني كلها نشكل يعاد التفكير نعم شكراً 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 في البعض بيسأل إذا رح يتم مشاركة التسجيل لهذا الويبنار أو إنه إذا فيه ناس بيستألوا كمان عن الإيميلات للأستاذ منجد والأستاذ فؤاد ممكن تتواصلوا مع مؤسسة دراسة الفلسطينية هما بأكيد يعني بتعاونوا معكم في هذا المجال وبردوا عليكم الحقيقة فيه سؤالين مهمين أنا برأيي بدي أوجه واحد منهم مباشرة لأبو أدهم تحديداً في الوقت اللي إحنا بنشوف انهيار القطاع الزراعي في قطاع غزة ومعاناة القطاع الزراعي في الضفة الغربية السؤال بيقول هل هناك أي تنسيق مع الدول المجاورة بخصوص تصدير منتجات الزراعية إلى إسرائيل من هذه الدول وهل وصلت هذه المنتجات إلى المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية وما تأثير ذلك على الميزان التجاري الزراعي المستقبلي بين فلسطين وإسرائيل سؤال مطروح حتى بالنقاش اليومي الموجود أولاً نحن نتمنى أن نصل إلى درجة التصدير إلى خارج فلسطين وعدد السلع اللي بنصديرها للخارج هي محدودة بنحكي عن التمور بنحكي عن زيت الزيتون بنحكي عن بشكل جزئي وقليل الجوافة والأفوغادو والعشاب الطبية ولكن أخت هديل معروف تماماً بأن السوق الإسرائيلي هو السوق للمنتجات الفلسطينية وتحديداً فيما يتعلق بالخضار وبالعكس إحنا لما نتطلع على حجم التبادل التجاري ما بين إسرائيل وما بين فلسطين نشوف أنه فيه هو كبير جداً 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 فيما يتعلق بالقطاع الزراع على سبيل المثال إحنا معدل إدخال البندورة لخيار تحديداً بما يصل إلى 35 مليون دولار سنوياً أنا بحكي عن السنوات السابقة بس أريد أن أشير لنقطة حول غزة للجمهور بأن غزة كانت خلال كل أسبوع تدخل إلى الضف الغربي وتحديداً إلى سوق الخليل ما يصل إلى 150 ألف طن من الخضروات يعني بمعنى أنه كانت تزود الضفة الغربية بهذا الجانب في الحرب تم وقف هذه العملية ولذلك أصبح هناك النجاب بهذا الموضوع هذا أولاً يعني وزارة الزراع ليساً من اختصاصها هي يعني موضوع للصادرات هذا مع جهة أخرى ولكن السؤال الموجود الآن أنه غلاء الأسعار الموجود هذا لأنه المزارعين بودوا المنتجات تحديداً البندورة والإخيار إلى السوق الإسرائيلي أولاً يعني هذا ليس مسؤولية المزارع المزارع ينتهي دوره يعني في الحقل ولكن هذه مسؤولية التجاري السؤال عشان ما نبالغ ما هو الحجم اللي بتم إدخاله ورغم أنا بحكي بصراحة لا يوجد هناك قراءة يعني بالعكس إحنا دائماً كنا نقول إحنا ما بدنا نجيب إحنا بدنا نودع للسوق الإسرائيلي ولكن ضمن هذه المرحلة حقيقةً في إشكالية كبيرة جداً بأنه في مفهوم وهو طبعاً صحيح تماماً أنه إحنا الآن دولة تشن علينا فارد ما لازم إحنا يعني اندخلهم أي منتجات ولكن الحقيقة هل يوجد هناك حصر بهذه الكميات أنا بالنسبة لي كوزير ذراعة لا أعلم بعرفش الإخوان إذا موجودين والموضوع الثاني هل نستطيع أن نعمل ركابة على إدخال أي شيء من مناطق جيم إلى داخل إسرائيل بموضوع بحكي نحن لا نستطيع وبالتالي وواضح أن هناك فيه إشي اسمه تجار الحرب يعني موجودين وبالتالي يستغلوا هذه الفرصة زل ما فيه قطاع غزة الآن الآن فيه ناس بيأخذوا كوبونات بيأخذوا طرود من منجد ولا من فؤاد وبيبيعوهم لأنه في حالة بالنسبة لهم قد تكون ملحة وقد تكون أكثر ربعية بهذا الجانب لا يوجد قرار بالحكومة الفلسطينية بإدخال هذه المنتجات إلى السوق الإسرائيلي ولكن لو سألتيني هل فعلاً بتتم الإدخال بالتأكيد أقول نعم لأنه هذا شيء يعني موجود عبر كل الثنوات الماضية وعبر كل الأشهر الموجودة وكثير من التجار الفلسطينيين هم يبدأ لخضرة وأتذكركم لما وزارة الزراع أخذت قرار بوقف شراء العجول عام 20 من إسرائيل واحدة من العقوبات التي فرضتها إسرائيل في العدم إدخال خضروات الضف الغربي إلى الداخل الفلسطيني ولكن بالتأكيد بهذه الظروف ربما لا يكون مكبول أن يكون مجموعة من التجار يعني بإدخال هذه المنتجات الأمر الذي إلى حد ما تسبب في غلاء الأسعار ليس هو السبب الرئيسي ولكن هو واحد من الأسباب إجابتك مهمة جداً وشكراً إليك أعتقد السؤال كمان كان يقصد من الدول المجاورة مثلاً فيه أن صادرات بتيجي أو وارداتية بالأحرام بتيجي من الأردن أو من تركيا للسوق المحلي وكأنها بتساهم في جسر الفجوة اللي خلقها عدم توفر الإمكانيات الزراعية الفلسطينية على كل إن أعتقد لا لا مهم مهم يعني تركياً في الفترة أنه فيه بندورة أردنية مش هيكية موجودة بجيش في السوق الفلسطيني أي عملية استيراد من الأردن اللي عندنا أي عملية استيراد من الخارج إلى فلسطين يجب أن تخضى يعني في إجراءة داخل وزارة الزراعة أنا بأكد تماماً وبسرعاً كلامي لم يصدر أي تصريح بالموافقة للاستيراد بالعكس توجه لنا مجموعة من التجار من مختلف المحافظات لاستيراد البندورة والبصل من تركيا ولكن لأننا عندنا إنتاج في هذه المرحلة بهذه الأشهر وفير رفضنا ذلك لم يدخل أي منتج زراعي من الخضروات إلى الضفة الغربية ويعني أعتقد أن هذا كلام متأكدين منه مئة في المئة لأننا إحنا اللي بنصدر يعني كل الشهادات والتصاريح اللازمة بهذا الجانب بتأخلوه على إسرائيل وبرجعوه شكراً 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 بتأخلوه على إسرائيل التجار وبرجعوه على الضفة يعني التجار ببيعوا برجعوا على الضفة هو البندورة الأردنية معبس الأسواق من وين إن تيجي من الأردن ولا من فلسطين تيجي من الأردن بدخلوها على إسرائيل على استيراد إسرائيل إسرائيل بترجحها على الضفل ما بيبشي عندها البندورة الأردنية بدها البندورة الفلسطينية العنقودية وبغرقوا فيها الأسواق في التجار طبعا التجار الفلسطيني بغرقوا فيها الأسواق أعتقد بدها تدقيق أكتر لا شايفة هل هذا يؤثر على يعني خلينا نقول المنتج طب هو المنتج الفلسطيني كده يستعر الكيلو يا منجر أستاذ إحنا هذا الموضوع هو بدون نقاش بعد إحنا منزرع على السوق الإسرائيلي وغزي كان يزرع على سوق الضفل لازم نغير العقلية بنت قلت قبل شوي بعد 7 أكتوبر كل الدنيا بيتغير إحنا لازم الآن نوجه المزارعين نزرع على سوقنا لأكلنا لأكلنا إحنا ما بصير نزرع البابي مشان نصدره على إسرائيل ونأخذ الميات الحلوات اللي موجودات اللي هن 15% من ميتنا مشان التجار تعيننا يودوها للمصانع الإسرائيلية للمخلالات لازم نعمل توجيه ونعمل دراسة كويسة مع بعض جميعنا إنه أهم شيء نزرع اللي بنأكله سواء في غزة ولا في الضفة ولي قاله فؤاد ولي كنته أنت بنروه على الزراعة الأفقية مش على الزراعة العبودية الاقتصاد المنزلي ودعم صغار المزارعين اللي عنده تولهم وتول مين أحسن ما نستثمر في المشاريع الزراعية الكبيرة أول شيء من ناحية جغرافية كل حدا بيقدر يمول اللي في حده اللي في حده ما بنقطع الناس عن بعض صار فيه قطاع جغرافي بين محافظات الضفة إذا كان فيه الاقتصاد المنزلي موجود والزراعات الزيرة موجودة من كاف بدأ شغل كثير مع بعض إن شاء الله يعني ينتهي هذا العدوان ونستطيع أن نعمل بعض على أفكار جديدة في هذا المجال أعتقد أن هذا الموضوع فعلا في راية الأهمية وبدو نقاش موسع بين الشركاء لبناء حكيت أنه في بعض الأسئلة تسجيلات صوتية لبناء بتحبي أنك تسمعينا الأسئلة الصوتية ولا نروح تاني على Q&A رح أدخل بداخلات صوتية أهلين أهلين دكتور جاد كيف حالك دكتور جاد تفضل أنت ميوت إذا بتحكي يعني لفسها مسكر على صوتك أهلا فتحنا أيها أهلا أهلا كيفك تحديث إلى الجميع والمزبوط أنا بدي أقول أنه بلاش نتصرع في اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة القطاع الزراعي في غزة لأنه ما ألقي من قبائف على قطاع غزة ولم تنفجر بعد هي مشكلة كبيرة ثانيا تأثيرها على التربة وعلى المياه كبيرة جدا وأنا بقترح على أبو أدهم أن يطلب من أنكتاد منظمة المسؤولة عن تقدير الخسائر أن تقوم به إرسال فريق دولي لتقييم الخسائر وتقييم التأثيرات وتحميل الاحتلال مسؤولية ما جرى لأنه بدنا نرجع نبدأ في الزراعة وكل يوم نفقد كمان ناس أكثر من خلال هذا الأمور فيما يتعلق بالضبط الغربية إسرائيل استغلت الفترة بين 17 وحتى الآن لإحكام سيطرتها على منطقة جيم كاملة ويعني تقديراتنا إحنا أنه حتى ربع أشجار الزيتون لم يتم قطفها بسبب اعتداءات المستوطنين هذه يجب أن تكون لجنة دولية بدراسة هذا الموضوع وضعه فيما يتعلق بالاقتراح طبع الإخوان أنه نرجع على الصمود وعلى المقاومة من خلال العودة إلى الأرض وإلى الزراعة ووضع سياسات جديدة لتشجيع الاكتفاء الذاتي أو الأمن الغذائي هذه أنا في رأي ضرورية جداً إما من خلال المناطق التي نقدر نصلها أو من خلال تشجيع الزراعة الحضرية يجب أن نركز على الزراعة الحضرية لأننا فقدنا حالياً عدد كبير من العمل في إسرائيل أو تقريباً كلياً القطاع السياحي تقريباً اتدمر هناك أزمة غير طبيعية في رفع الأسعار وهناك فعلاً أثرياء حرب يجب محاسبتهم وإيقافهم عند حدهم لأنها دولة بالضبط زيهم زي العمل والجواسيس وشكراً شكراً شكراً دكتور جاد الحقيقة فيه سؤالين بمسوا بالحكال الحكية اللي حكال دكتور جاد وبحب أن أطرحهم الآن قبل معطيكم المجال للحديث السؤال الأول هل هناك قياس للأثر الناجم عن امتصاص النباتات والحيوانات للمواد الناتجة عن المقذفات وما قد تحتويه من مواد مصرط على الصحة العامة في غزة أو في الضفة الغربية أو في محلات أخرى ثانياً السؤال الثاني هل هناك خطة لتوزيع البذور أو إعطاء دورات لتعليم الناس في الضفة عن أساسيات الزراعة المنزلية فهدول يمسوا مباشرة بالاقتراحات اللي حكاها الدكتور جاد إسحاق وإذا فيه أي تعليق من أي حدا فيك ويعني تفضلوا أنا أقدر أعلق على الجانب الثاني بالنسبة للبذور والأشتال والتعليم إحنا مستمرين في عنا برامج مفتوحة وشغالة وأي حدا بطلب مستعدين نوفر له الأشتال والبذور والآن نعمل في تجربة للزراعة الحضرية في منطقة الكدس تجربة النظرة على ظهر البيوت هذه التجربة خلال شهر بالإمكان أن تكون شغالة ومنقدر نفحصها لنجحة حوالي مع عشرين صاحب بيت في الكدس وقرى الكدس حتى في الكدس داخل الكدس إذا نجحة نكملها في البيرة قعدنا مع بلدية البيرة ونكملها مع بلدية البيرة يعني عندنا برنامج من هذا القبيل لتوزيع الاعتماد على الاقتصاد المنزلي البذور والأشتال نستطيع توفيرها بكميات كبيرة يعني أي حدا يتواصل مع فروع الإغيات الزراعية في الضف الغربية في أي فرق ومنقدر نوفر الأشتال في الوقت المناسب لزراعتها ومنقدر نوفر البذور سؤال الأول بده خبراء دوليين طب دكتورة يعني آسف أخي فؤاد شوف يعني عشان ما نكرر الأسئلة أعتقد كل ما يتعلق الآن يعني بالسؤال الأول إحنا اتفقنا أنه لا يمكن الآن الحديث لا عن حجم الأضرار ولا تقييمها ولذلك أي مقترحات هذه ستتم لاحقا سواء بخصوص التربية والمياه وغير ذلك بعد الآن الحرب يعني الآن من سيجيب للسؤال الأول ولكن السؤال هل هناك منهجية نعم إحنا أشعرنا بأنه يعني رح يكون جزء يعني المهم الثاني إلنا كفريق عمل سواء كان حكومي أو يعني أهلي أو يعني دولي بالتأكيد هو يعني يعني معالج فحص التربي ويعني إجراء تقييم شامل لهذا الموضوع إذا نترك كل ما يتعلق بالمقترحات ماذا يعني سيتم بالتفاصيل هذا الصحفيين ممنوعين يدخلوا قطاع غزدي فهل يستطيع فريق أن نرسله إلى جباليا مثلا ما هي أخونا منجز بكل مشكلة رودي عجل على شمال غزدي يعني وبالتالي هذا يجب أن تؤجل ولكن يجب أن يكون لدينا منهجية متفق عليها وهذا ما يعني يمكن أن نسميه بخطة طارئة وضعت وزارة الزراعة من أيام يعني من أيام قليلة أهم ملامحها وبالتالي هذه ستناقش مع كل الشركاء هذا أولا فيما يتعلق بتشجيع الحديقة المنزلية أنا بعتقد عندنا تجربة في كورونا لما الناس قعدت في بيوتها ويعني أطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع إخواننا في كل المؤسسات الأهلية سمناها زراعة الحديقة المنزلية أول سنة ربما وزعنا يعني بالتعاون معهم حوالي 2 مليون شتلي في السنة الثانية خصصت وزارة الزراعة ما قيمته يعني 10 مليون شتلي تم توزيحها عبر المجالس المحلي والمؤسسات والجمعيات وبالمناسبة لدى وزارة الزراعة برنامج ثابت اسمه تخضير فلسطين بدأ منذ عام 2010 وحتى يومنا الحالي يعني الآن بهذه السنة احنا بدأنا بالتسجيل الفردي لمن يعني يريد أن يزرع أرضه بالأشجار سواء كان يعني لوزياد زيتون عنب تين شيكا فؤاد وغير ذلك وأيضا مؤسساتنا يعني الشريكي معنا في العمل أنا مطلع عليها أيضا هم يقوموا بهذا الجانب ولكن الأهم من ذلك وهذا اللي سأل ومهم احنا مش مهم تعطي المزارع شجرة المهم اتبع معاه والمهم أنه يعرف يتعامل مع هذه الزراعة لذلك لدينا دائرة عامة للإرشاد هي تتواصل مع المزارعين سواء يعني بالقطاع النباتي وعندنا إشي أيضا بالبيطرة ومن خلال مديريات الزراعة يستطيع أي مواطن فلسطيني أن يحصل على الإمة على استشارة عبر الهاتف أو على زيارة ميدانية ويعني بقصد أنا أنه فيه توجه لا يعني زيادة الغطاء النباتي ولكن أيضا هو تعزيز الخبرة والإرشاد وهذا شيء مهم احنا بيستثمر فيه والإرشاد هذا واحد من يعني أربع محاور موجودة في موازنة وزارة الزراعة وخطة وزارة الزراعة وأيضا يعني نعمل مع شركانا في كل المشاريع القريبة من هذا الجانب فأنا بدعو كل من له رغبة بأن يعني يذرع أرضه أو يذرع حديثه أن يتوجه إلى وزارة الزراعة عبر المديري الموجود والأهم من ذلك يتذكر أنه بحاجة إلى خبرة وإرشاد مجاني يعني ممكن أن يتوفر زي ما ذكرت إما عبر الهاتف أو الرسائل أو الزيارات وبالمناسبة يعني فيه عندنا كمان موقع مثلا بالضروح الموجودة الآن الأمطار والرياح وغير ذلك فيه عندنا حوالي خمسة وخمسين ألف مزارع مشترك بهذه الخدمة بيطلع رسائل يعني توجيهية شو لازم تعمل حتى أن تتخفف الأضرار الطبيعية الموجودة شكرا شكرا بعرفش لبناء إذا فيه مداخلات ثانية صوتية ولا نعطي فؤاد المجال عارس إذا فيه سؤال يريد أحب أعطيك مجال بس بدي أقرأ لك سؤال أو هو سؤال وملاحظة بركة ضمنها في إجابتك بحكي السؤال الزراعة المنزلية والزراعة للسوق المحلي في الضف أفكار مكررة تزيد في فترات الطوارئ وتتراجع عند استقرار السوق لكن لا تتجذر وتنمو وتستمر ما هي شروط إنجاحها اليوم حيث فشلت سابقا إذا عندك أي تعليق على هذا السؤال يعني التعميم بهذه القضية بجزء بيكون مش منصف بعدين احنا بنعيش بحال الطوارئ متى ما كناش بحال الطوارئ يعني عمقلنا سبعين سنة بحال الطوارئ وسبعين سنة بأي حيث زراعي يمكن استثماره وزراعته وتحويل احنا بالأساس شعب يعني زراعي منتج فلسطين بالقضية كانت يعني بالمجمل احنا بتالي ما كانش ينترك ولا أي يعني سانتم أو متر بدون زراعة هلا الشيء الجديد إنه احنا استفدنا من الواقع ومن الظروف ومن الاحتلال وخصوصية فلسطين كيف حكينا إنه نحاول ما نستطيع من أكلنا اليوم هلا كيف كنا نحكي ليش 55% ما يمكن تكون 70% و80% من إنتاجنا المحلي يعني احنا نحن نصدر 55% من صدراتنا زراعية بس عنا 44% واردات وجزء منها زراعي لقطاع غزة مطلوب إنه بخططنا القادمة بناء وقياسا على الإصار الآن تعطى الأولوية للإنتاج للأسواق وللاستهلاك المحلي بشكل أساس وتخفيض فاتورة الواردات اللي هي باهضة وعالية جدا وهذا اللي كانت تحكي عنه الحكومة في بدايات موضوع الانفكاك والعناقيد وهذا لازم الآن بعد الحرب يكون في غزة بلد محاصرة طبعا إن شاء الله بعد الحرب بتكون الواقع اختلف تماما أن نكون قادرين ننتج بالحد الأقصى وقادرين ما فيه مبالغة وهذا جاوب إلى حد ما على سؤال الدكتور جاد زحاق ومدخلته طبعا أكيد كمان مرة الحديث عن سرعة التدخل وإعادة ضمان عجلة الانتاج لأن تدور بأسرع وقت ممكن هذا لا يعني شغل بشكل فوضوي وأنه انطلقه العالم ما فيه أراضي زراعية فيها ألغام وفيه أراضي ضرق طبعا لا أنا بحكي أنه أن نبدأ شيئا وهذا وارد لأنه بدون ما نتدخل إحنا كمان المزارعين والناس لدينا 25 ألف حيازة هذولا المالكين سيشتغلوا لأنه مصدره الأساسي والرئيسي والمتاح للعمل خلال السنوات القادمة في غزة هو في الزراعة والأرض نسبة العمال القطاع الزراعي بيستوعب أكثر من 30% من الأيدي العام في قطاع غزة وبعد الحرب سيكون أكثر من ذلك فهو شديدة عشان ناس واحدة هتتحول لأنه في مجاعة بالنسبة كبيرة جدا خلال جزء رئيسي اعتمادا على الهبات والمساعدات اللي عالقة وتتحكم في إسرائيل يمكن الاعتماد على الداخل ويمكن إنتاج جزء رئيسي من غذائل هذا مش مبالغ هذا مش فلسف هذا مش إنشا هذا مجرب الآن في الفرد الحالي لحد الآن إحنا المواد الأساسية الغذائية في نسبة كبيرة جدا فهذا مطلوب نقوي هلأ بده إشي طبعا فيه أشياء بدها وقت أكثر فيه أشياء لما نيجي نحكي عن البيئة ونحكي عن التلوث طبعا هذا بده علاج وبده دراسات وكيف حكى هلأ ما صار دراسات ولا صار تحليل ولا قديش نسبة السمية ارتفعت في أي إنتاج زراعي هذا بده وقت وبده كيف حكى أبو أدها الجزء الثاني فيه موضوع البدور البلدية إحنا عنا بنك بإضافة للحكام منجد بموضوع البدور إحنا عنا بنك للبدور البلدية كاتحاد جان عمل زراعي من الألفين وثلاثة وهذا البنك اليوم فيه حوالي ست وستين صنف مختلف من البدور البلدية الأصيلة اللي صار لها عنا يعني تم العمل عليها لرفع نقاوتها لنسبة تقترب من الثمانية وتسعين بالمئة هاي موجودة وهذا متاح للمزارعين كل سنة عندنا بيجو المزارعين على البنك أو بيسجلوا في إحدى المناطق اللي إلها علاقة بمكاتب الاتحاد أو بروح حتى على مدوريات الزراع ومدوريات الزراع بتحولهم على البنك مشان يخدوا ما يحتاجوا من بذور بلدية وهذا مجربة وهذا مصدر مصدر لإنتاج زراعي رخيص رخيص الثمن يعني بمعنى لكن قيمته عالي جدا ومش متطلب لا بده كيمويات ولا بده مي بكمية كبيرة هو مناسب وهذا تم يعني إنشاء البنك لهذا الغرض اللي هو فعلا تطبيق لما فهيم السيادة أنه يكون عندنا فعلا مصدر غذائنا ننتجه إحنا بنحدد شو ننتج متى ننتج والكميات اللي ننتجها في ظل دروسنا هذا تجاري لا مش تجاري بمعنى هذا بس بحل مشكلة الأكل اليومي لأسرنا 70% من إنفاق الأسر الفلسطينية على الأكل ومن السبعين بالمئة بجوز نصهم بروح على الخضروات واللي ممكن إنتاجها بطريقة أوه يعني بعض الناس يقول لك طب ما هذا ما ضلش أراضي لا يعمل فيه مصابس فيه أراضي لسه وفيه مجال نزرع وفيه مجال تحديداً بالزراعات الغير معتمدة الزراعات البعلية الغير معتمدة بشكل كبير على الزراعات الانتقال والتفكير بالزراعة المعتمدة على التكنولوجيا بعد الحرب أي وسائل حديثي ولكن مدروسي اللي هي ما بتنقلنا نقله بتخلي فيه الرجعة إلى الوراء والسيطرة على مصادر إنتاجنا وسائل كمان بتصير صعب جداً هذا المقصود بهذا المقصود شكراً جزيلاً أستاذ فؤاد إحنا بتهيئة اللي أحطنا بالعديد من الجوانب بعضها هو قاتم بسبب الوضع الحرب الحالية وبسبب الدمار الهائل بسبب الخسائر الهائلة بسبب الخسارة الكبيرة لتكاليف أشياء تم استثمرها في الماضي أو أشياء كانت موجودة وقت الحرب وتم تدميرها أو أشياء مقدرات مستقبلية نتوقع أن خسرناها ولكن في نفس الوقت هناك بعض الأمل في قدرة وفي إمكانية هذا القطاع الهام جداً هو القطاع الحياتي الحياتي المهم لاستمرار الوجود على الأرض مش بس الحياة مش بس محاربة التجوع والتجويع مش بس عشان الإنتاج الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي ولكن بالأساس من أجل استمرار الحياة على أرض فهذا القضايا كلها تناولناها بشكل أو بآخر وكان هناك أيضاً بعض المقترحات المهمة للمتابعة فور توقف الحرب وإن شاء الله نتأمل أن تكون قريباً سمعنا عن خطط وزارة الزراعة تعمل عليها من استعداداً لما هو قادم وسمعنا اقترحات عن ضرورة تحقيق دولي وضرورة فحص وضرورة إرسال خبراء بدي أشوف إذا أي حدا منكو أو إذا بتحبوا أنتو التلاتة تحقوا كلمة أخيرة أمنية أو رغبة أو التزام بما سيحدث في المستقبل فورا توقف الحرب يعني بكون شاكرة لكم أعتقد أنه هذه الفرصة الأخيرة لأي حدا يبعث أسئل على ال على ال Q&A بس في هذه الأثناء يمكن جولة سريعة بجملة أو جملتين كل حدا يحكي ماذا نتمنى فورا في اليوم التالي للحرب ولو أن هذه الجملة صارت كليشي الكل بيحكي عنه في اليوم التالي للحرب في قطاع الزراعة ماذا نريد أن نرى أستاذ رياض شكرا بدي أنا أعمالك إحاطة بأكل من دكتين بس عشان معنوياتنا ترتفع يعني أولا كل ما سيتم في قطاع غزية سيتم تنفيذه بنفس المنهجية الحكومة والمنظمات الأهلية والمنظمات الدولية لأنه نحن بنشتب باستراتيجية واحدة وأعتقد أنه هذا يعني أعطى أكله زي ما بيحكوا ولذلك أنا النقطة الثالث أقول أن الكطاع الزراعي بخير أولا إحنا يعني الأراضي الزراعية الآن تقريبا مساحتها ما يصل إلى مليون ومئتين ألف دنوب والأهم من ذلك في الضفر الغربي وغزية طبعا والأهم من ذلك لدينا إحنا اكتفاء بالعديد من السلع الزراعي التي لا نحتاج أن ندخلها إلى سكنة الفلسطيني مداما نتحدث عن الخضار نتحدث عن البندرة عن الإخيار نتحدث مثلا عن العسل نتحدث عن الدواج اللاحوي نتحدث عن بيض المائدي لدينا فائد 100 مليون ديضة سنويا وهذا يذلل على إن هو فيه قطاع متقدم لذلك الصعيد العنب لدينا اكتفاء ذاته لدينا تصدير التمور لدينا اكتفاء وفائد لدينا التصدير إلى تقريبا 72 سوق في العالم وأنا ذكرت أن التمور تقريبا منصدر سنويا بما يصل 7000 طن وأيضا ما بين الأمانات والتصدير بالزيت تقريبا 6000 طن يوم أمس خرجت شاحنة من قلقيليا بالأفوغادو محملة للسعودية وهذه أول مرة نصل إلى الأسواك العربية أيضا نصدر الجوافة إلى السوق الأردني في الموسب المقصود أن القطاع الزراعي بخير وكما ذكرت حضرتك نحن نتعامل مع القطاع الزراعي باعتباره ليس فقط يشكل مكون المكونة للتصدير أولا هو خوية وطنية وهو الرمز للصمود الفلسطيني والعمل بالزراع هي أهم شكل من أشكال المقاومة الشعبية أنا برأي من يستسطح أرضه هو من يمارس هذا العمل ومن سيحمي هذه الأرض إحنا وشركائنا بالمنظمات الأهلية وبدعا من المنظمات الدولية عندما أطلقت خطة العناقيد الزراعية عام يعني عشرين أو في بداية عام واحد عشرين ورغم جائحة كورونا استطعنا أن نحق إنجازات كبيرة جدا كان جوهر هذه الخطة أولا تعزيز صمود المواطن محاربة الفكر محاربة البطالة أيضا الوصول إلى الاكتفاء الذاتي تشجيع الصادرات ويعني تقريب الواردات لذلك وهي الأخواني صحيحوني إحنا تقريبا من عام عشرين العام الثلاثة وعشرين فتحنا طرق زراعي بما يصل إلى ألف كيلو متر في الضفة العربية يعني أنت لما بتقولي ألف كيلو متر وعناها خدمنا بما لا يكل عن مئة وخمسين ألف دنوم استطعنا أن نوصل للمزارع تقريبا يعني حجم الأراضي التي تم استصلاحها ضمن هذه الخطة تقريبا وصل إلى قرابة خمسة وعشرين ألف دنوم يعني الفرص التشغيلية وصلت إلى يعني أرقام إيجابي لذلك يعني هناك فرصة هذه التجربة سننسخها في قطاع غزي ولكن كل ذلك توقف على يعني وقف عجلة الحرب الموجودة القطاع الزراعي بشكل 13% من الأيد العاملة الفلسطينية وزي ما ذكرت 24% من الصادرات و7% من الناتج المحلي إذن نحن نتحدث عن فرصة وأهم هذه الفرصة أنه هناك طقس ملائم يعني كبيئة وإثنين الخبرة الفلسطينية خبرة مهمة أنت شايفين قديش الجانب الإسرائيلي تضرر من عدم إدخال العمال الزراعيين فلسطينيين بشكل خاص إلى الداخل بيحقوا بأننا نجيب من دول كذا وكذا ولكن لن يستطيعوا أن يستغنوا عن هذه الأيدي إذن الشيء اللي احنا بنقدر نقول فيه رح نعمله هو إطار عام نحن وشركائنا وحكومة قطاع أهلي قطاع خاص من رضمات دولية عندما تنتهي الحرب يجب أن تبدأ ورشي طارئة موحدة بمنهجية واحدة نعمل بعض حتى نستطيع أن نتقدم خطوات على طريق تعافي القطاع الزراع شكرا شكرا أستاذ منجد يعني إحنا فرصة يعني إحنا منذ بداية الحرب حتى الآن أنا استطاعت لغاية الزراعية أن تصل حوالي نصف مليون بني آدب في غزة بجهد 44 موظف عملوا طول الوقت جمعة وسبت وما في عطل تحت المخاطرة لدينا خطة للطوارئ لا علاقة في الوضع الحالي سنستكمل هذا العمل لدينا خطة متوسطة وخطة طويلة الأمد في فريق طارئ يدير العمل من الضفة والتواصل ما بين الضفة وغزة بشكل يومي رغم أصعوبات بحثنا عن الشرائح الإلكتروني الأخير نحن مع القطاع غزة مع القطاع الزراعي سنبذل جميع جهودنا في مركزنا في الضفة الغربية لخدمة قطاع الزراعي في غزة سنستمر في هذا العمل ونشكر كل شركائنا اللي اشتغلوا معنا في هذا الظرف الصعب أعتقد أن تجربة الغيادة الزراعية شكلت نموذج في غزة أثناء الحرب علينا أن ندرسها ونستفيد منها ونعممها وشكراً للجميع في إطار الشراك العامي طبعاً طبعاً في إطار الشراك العامي لن نستطيع أن نعمل فرادة في قطاع غزة لا لا الآن محاولة يا أخي فؤاد دكتور جادي دمعنا محاولة المدعب حتى نكسر الإشي الرسمي فهي وزاراتنا مشغالة في غزة أثناء مشغالة نحن نتحدث عن بعض الحرب اليوم بعض الحرب إن شاء الله أستاذ فؤاد أنا أعتقد أنه فيه ثلاث عناصر أساسية بالمكون الزراعي ما بعد الحرب اللي إن شاء الله بتوقف اليوم واللي هي قادرة على فعلاً إعادة بناء القطاع الزراعي لأنه بدنا نبني القطاع الزراعي بدنا نرجع نبنيه يعني كيف كان وكيف كان أحسن وكيف حكينا بهذه الوشحة لوزارة الزراعة ومش لأنها بوادها موجود ولأنه حكى يعني بهذا يعني تجربتنا مع وزارة الزراع الحالية الآن هي تجربة بناءة وهامة جداً شراكة حقيقية بنختلف بنختلف ولكن بالعمل نحن شركاء وعندنا أكثر من تجربة ذكر بعضها وفي تجارب كثيرة جداً لم تذكر فبالتالي هاي فرصة أيضاً أنه التناقض ما بين المؤسسات الأهلية اللي هو موجود في باقي القطاعات وهو عملياً موجود في مناطق كثيرة جداً مش موجود في القطاع الزراعي وإحنا شركاء حقيقيين بما يلزم ويختم كل مزارة فلسطينية أنا بدي أستفيدها من هاي الفرصة فعلاً نشكر مزارعنا الفلسطيني في الضف وغزي لكن بتخصيص أكثر لغزي لأنه فعلاً الواقع صعب جداً 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 إحنا اللي حكيناه لا يقارن ولا يعكس ولا ينقل الصورة الحقيقية على الأرض أيضاً في ائتلاف زراعي فلسطيني مكون من ست مؤسسات الأكبر في القطاع الزراعي الأهم بالقطاع الزراعي يجعل العمل ما بين الوزارة وما بين المؤسسات الأهلية الفلسطينية الزراعية أسهل لأنه العمل فرادة هو عمل متعب ويعني بينجز شيء ولكن مش زي ما تكون العمل جماعي فإحنا عنا إضافة للمؤسسات الأخرى العاملة بالقطاع الزراعي اللي يعني ممكن تشكل أيضاً فعنا وزارة الزراع وعنا الاتلاف الزراعي وعنا الشركاء الآخرين إحنا قريبين جداً منه لنعمل توافق على أولويات العمل ما بعد الحرب لإعادة بناء القطاع الزراعي بإصرار وعزيمة يعني لا تقل عن عزيمة الناس اللي الآن في غزة صندين وأرسلوا لكل العالم رسالة لأنه يعني هذا إحنا موجودين وإحنا المستقبل لأنه برغم كل الدمار هذا بيجي من وين جاي التفاؤل فشكراً للدراسات الفلسطينية على تخصيص هذا الوقت هاي الإطلالة الإضاءة على القطاع الزراعي باتمنى يتكرر ذلك للمرات الجاي لأهمية القطاع الزراعي ودوره الأساسي بطراحة إنك فلسطينيين تبضخفوا غزة في المرحلة القادمة اللي هي واضح مش هتمين سهلة شكراً لكم شكراً لكم جميعاً وشكراً للمشاركين والمشاركات اللي أثروا النقاش بأسئلتهم بدي أختم بكلمة كتبها أحد المشاركين ونحن نعيش في حالة طوارئ أرجو التنويه باستغلال المتجاهة الربانية الطبيعية ولو على المستوى الفردي مثل الزعتر والخبيزة وغيرها من الأكلات التراثية وتشجيع الجيل الجديد عليها وأنا بأحكي بأيد كلامه وبقول أنه على هذه الأرض تستمر الحياة بقطاع الزراعة بالزراعة فعلاً وبجهدكم جميعاً ونتمنى أن نجد القطاع الزراعي في غزة أقوى وأفضل مما كان قبل 7 أكتوبر شكراً للجميع وساعدتوا بإدارة هذا الحديث إن شاء الله بنظلنا على التواصل شكراً للجميع شكراً 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 على السلام